اشتركوا في القناة وعدنا الموضوع الأخير اللي راح نعرج عليه أيضا هو موضوع المحاضرين المتانيين نحن ومحتكم قلب وفالد في المطالبة بحقوقكم الحقوق ولا الحقوق مؤتمر تربوي ووقفة احتجاجية على عدم صرف مستحقات المعلمين والمدرسين في محافظة نينوى نظمتها نقابة المعلمين في هذا اليوم بحضور الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي من أجل وضع النقاط على الحروف لصرف الكثير من المستحقات التي هي بذمة الحكومة ومنها المدخرات التي مضى على تحرير المحافظة أكثر من سنة ونصف إلى سنتين ولم تصرف الرواتب المدخرة لحد هذه اللحظة كذلك الكثير من الاستحقاقات التي صراحة هناك خلل واضح من قبل إدارة التربية والتي تم تحويل على إثر هذا الاجتماع مدير التربية والقائمين على العملية التربوية من إداريين في تربية نينوى إلى التحقيق بأسباب عدم حضورهم اليوم على الرغم من تبليغهم من قبل مكتب المحافظ صراحة التهرب من الحقائق التي هي موجودة على الواقع التربوي في نينوى هي مسألة مؤلمة وكذلك يجب أن نقف على هذا الموضوع يجب على تربية نينوى إضاح موقفها من استحقاقات المعلمين من أمور مادية كذلك هذه الأمور هي ليست مننا من أحد بل هي استحقاق وظيفي ناقشنا في هذا المؤتمر الكثير من الأمور والمتعلقات التي هي من صميم عملنا كان يجب على التربية إضاح الأمور أمام الجميع إن كان هناك تقصير من قبل وزارة المالية إضاح الأمور وإن كان هناك تقصير من قبل وزارة التربية أو المديرية العامة متمثلة بالحسابات في الفترة السابقة نحن ننتظر خلال الأيام القادمة لم يكن هناك اتخاذ إجراءات سريعة ستكون للنقابة وقفة قوية وفق القانون والدستور العراقي وأحب أن أقول لإخواني وزملائي المعلمين الابتعاد عن مظاهر التظاهر كونه المحافظة في حالة أمنية لا يمكن اليوم إقامة التظاهرات لكن إن شاء الله ستكون لنا طرق إيجابية من أجل استرداد حقوق المعلمين التي هي بدمة الحكومة نحن كمعلمين تربية نينوة بشكل عام نطالب بالرواتب المدخرة لأننا أصحاب عوائل وأثقلتنا الديون وأثقلتنا كهل الحياة الآن في الموصل وغالبيتنا نازحين كذلك من غرب نينوة من أطراف الموصل هذه مشكلة عويصة لم تحل حد الآن من قبل حسابات نينوة أو من قبل وزارة المالية نحن كمعلمين غضاء صنجاب نطالب بنقلنا أو بالجانب الأيمن أو ابقائنا في الجانب الأيسر وين يدون يقلون بالجانب؟ والله حاليا يدون يقلون خارج المحافظة يعني بالقيارة أو بالشورة أو بالحمام فهذه المناطق لا تخدمني كونه مهجرين وحاليا نحن أغلبنا متواجدين بالجانب الأيمن أو بالجانب الأيسر هناك مشاكل يتعلق لها التربوي في محافظة نينوة خصوصا محافظة نينوة مختصة بك محافظة العراق من متراكم من تصاريح أمنية من مدخل من أشياء خلف الكواليس لا نعلم نطرف أبواب من فجئنا اليوم وبعض المناشرات من أخوة التربويين وإلى نخافة المعلمين لكي نتناول هذه الموضوعات ونتداول فيها ونضع الحلول لهذه المشاكل سنعمل بكل جدية وبكل ما أتينا من قوة من أجل استحصال حقوقنا المتمثلة بالأخوة التربويين من كافة أصنافهم من الذين حضروا والذين لم يحضروا وسنكون دائما إن شاء الله أوفياء لهذه المؤسسة التربوية ترجمة نانسي قنقر